دشنا وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي في عدن مشروع الاستجابة طارئة لمكافحة حم الضنك المرحلة الثانية بتمويل من مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية وبكلفة 300 ألف دولار عبر الشريك المنفذ مؤسسة العون للتنمية ويتضمن المشروع الذي يستمر خمسة أشهر مكافحة النواقل وتنفيذ حملات رش طارئة وعمليات شفط للمستنقعات المائية لمختلف الأماكن إضافة إلى حملات توعوية وتثقيفية صحية حيث سيستهدف المشروع 861719 مستفيدا في مدريات عدن وأشار الوليدي إلى أهمية هذا المشروع الذي يساهم في التقليل من عدد الإصابات بالحميات في عدن ويساعد في تخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن حم الضنك من جانبه أشهد المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتمية بالدور الريادي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الجانب الصحي والإغاثي في اليمن واعتزاز مؤسسة العون للتمية بشراكة المتميزة مع المركز وأشار منسق الإغاثة الطارئة في مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالل الطيار إلى أن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حم الضنك في مرحلته الأولى والذي نفذ في 2017 في 45 مديرية بست محافظات يمنية بقيمة 2 مليون دولار تم فيه تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في التقليل من الإصابات بأمراض الحميات ترجمة نانسي قنقر